اشتركوا في القناة وذلك بمقر اقامة سيادته في بروكسل صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان اللقاء شهد التباحث حول افاق التعاون بين الجانب المصري والشركة البلجيكية كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي السيد جان لوك موران الرئيس التنفيذي لشركة جان كوكرال البلجيكية للصناعات الدفاعية اللقاء شهد التباحث حول سبل تعميق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية وهم شركة ديمي لأعمال التكريف وشركة ميناء أنتورب وشركة فلوكسل اللقاء تناول متبعد التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر لتوليد الطاقة اشتركوا في القناة